نبدأ النشرة مع الخبر الذي أوردته صحيفة توشوشة المصرية عن أن نهاية العلاقة بين النجمة نانسي عجرم ومدير عمالها جيجي لامارة أصبحت قريبة وأن محاولات التفاهم بينهما وصلت لطريق مستود الصحيفة أوردت تصريحا عن لسان لامارة قال فيه أن علاقة العمل التي جمعتني بنانسي اختلفت تماما خاصة بعد الزواج والإنجاب ولم تعد الفتاة النشيطة التي كنت أتعامل معها وأباتت نانسي في الفترة الأخيرة تتدخل في الشق الخاص بعملي وذلك بتوجيهات من زوجها الذي أصبح هو أيضا يتدخل حتى في اختيارات نانسي للأغاني وأضاف الخبر أن جيجي قرر الانفصال بهدوء ومحبة ليتفرغ لمشاريعه الفنية والغنائية التي يجهز لها كما ذكر الخبر استكمالا لتصريح جيجي نانسي إنسانة رائعة وفنانة جميلة وأنا واثق أنها ستحافظ على النجاحات التي صنعتها متابعة للخبر أجرينا اتصالا هاتفيا مع جيجي لامارة الذي نفى الخبر جملة وتفصيلا وأصرح للنشر أن التعاون ما زال مستمرا وأن ما ذكرت في الصحافة يندرج ضمن إطار الشائعات والأخبار المفبركة جيجي يساعد للسفر مع نانسي إلى تونس لأحياء ثلاث حفلات لمناسبة يوم الحب بتاريخ 13-14-15 فبراير ترجمة نانسي قنقر